سنتقل من خلاله بالكامل عملية الطباعة طباعة الملفات بعد ما تعلمنا في الفيديوهات السابقة ازاي نقدر نضيف الطبعة ونثبتها هنتعلم ازاي نقدر نطبع الملف المعلومة الاولى اللي لازم نعرفها انا ممكن اوصل بجهازي اكتر من طبعة وكل طبعة فيها امكانيات مختلفة وبناء الامكانيات دي في برنامج تعريف لازم احدده بحيث احدد الطبعة اللي هستخدمها عند طبعات عديدة ممكن تكون مسبتة احدى هذه الطبعات بتكون طبعة افتراضية او ديفولت برينتر لو انا محددتش الطبعة هو بيحددها لي بشكل افتراضي الطبعة الافتراضية وكلمة الافتراضي هنا كلمة اساسية كمان لازم احدد قبل ما اطبع الورقات هتكون بورتريت بالطول او لاند سكيب بالعرض ده اقدر اعمله قبل ما اطبع وقبل اطبع مباشرة من دالو بوكس او مربع حواري اطبع كذلك بقرر ره اطبع على وجه واحد ولا على الوشين لاني لو هطبع على الوشين بشكل مانوال او يدوي او الطبعة ما فيهاش امكانية الطبعة على الوشين بشكل اوتوماتيكي انا اقدر انفس ده عن طريق طبعة الصفحات الفردية اولا على احدى وجهي الورقة وقالي بالورق مرة تانية ورجعه للطبعة واطبع على الوجه الاخر الصفحات الزوجية اذا كده انا قدرت انفس طبعة على الوجهين مانوال يدويا كمان لازم اعرف انه ممكن اطبع اكتر من ورقة في صفحة واحدة ممكن يكونوا ورقتين وابدأ بقى اتحكم هيكونوا بالطول ولا بالعرض وكذلك اربع ورقات او اكتر بالشكل ده وكمان ستة ورقات طبعا بيتم تصغير المحتوى وطبعته في ورقة واحدة عدد من الورقات بقدر اطبعهم كل ده حنشوفه مع بعض في الفيديو وحنتقونه كمان لازم اعرف ان طباعة البوكلت والكتاب الصغير مختلف قليلا عن مجرد ان اطبع ورقتين جمع بعض ان هنا في نظام ترقيم معين نظام الترقيم ده لازم افهمه وانا لو طبعت بوكلت واحنا عاملين فيديو بيتكلم عن طبيقة طباعة البوكلت مش ههتم بنظام الترقيم على سبيل المثال لو عندي 8 ورقات 8 ورقات دول هيتطبعوا فقط على ورقتين على الربع الورق المطلوب لاني بطبع الصفحة بتاخد صفحتين او الورق بتاخد صفحتين وكذلك بطبع كمان وشه وظهر لكن نظام الترقيم الصفحة الورق الاولى مثلا الصفحة الاولى في ظهرها بيكون اتنين وبعد كده الصفحة تمانية في نفس الورقة في ظهرها بيكون سبعة والورقة التانية النظام الترقيم ده اذا النظام معقد لما بطبع بوكلت مش فكرة ان بطبع مجرد ورقتين بس وكمان وشه وظهر لكن نظام الترقيم بيتم تنفيذه اوتوماتيكلي او تلقائيا حنشوف كل خيارات الطباعة من خلال تطبيق الورد باللغة العربية وتطبيقات اخرى باللغة الانجليزية في تطبيق الورد لو قررت اطبع بحدد عدد الورقات بشوف ان الملف فيها عدد 21 ورقة ظهر قدامي على شرية المعلومات كذلك الورقة هنا Portrait او بالطول طبعا اقدر اغيره حتى اثناء الطباعة علشان اطبع ده بيتم من خلال File ou Print او ملف وطباعة او Control P من لوحة المفاتيح كل ده بيظهر ديولوك بوكس مربع حواري وهو خاص بالطباعة بيحاول يتصل بطباعة معانا انا عندي طباعة افتراضية المفترض انه بيتوصل بها لانها الطباعة الافتراضية وبيجيب لي حالتها في الورد هل هي غير متصلة Offline ولا جاهز اللي هي Ready لو ضغطت على زر الطباعة هنا هيطبع لكن بالخيارات الافتراضية ايه هي الخيارات الافتراضية اللي قدامي دلوقتي عدد النسخ واحد الطباعة الافتراضية هيطبع لي كافة الصفحات على وجه واحد هيقوم بترتيب الصفحات اتجاه الورقة طبعا عمودي كذلك هتبع لي صفحة واحدة لكل ورقة دي الخيارات الافتراضية الخيارات الافتراضية ان اي ملف قابل للطباعة ممكن اعمل عليك لكي مين واختار الامر Print هنا مش هيسمح لي اغير الطباعة ولا حد العدد النسخ ولا الورقات المطلوب تبعتها هيطبع بالخيارات الافتراضية طالما ملف قابل للطباعة ايان كان نوع بعمل عليك لكي مين وبلاقي الامر Print اما لو كنت فاتح الملف وملف فايل وبرنت بقدر اتحكم في الخيارات دي وغيرها زي ما حنشوف اول حاجة الطبعة ممكن اغير الطبعة الافتراضية لأي طبعة اخرى تكون متوصلة عندي طبعا احنا اتفقنا في بداية الفيديو انه ممكن يكون متوصل اكتر من طبعة الادالة دي مهمة جدا هنركز عليها بشكل افتراضي بيطبع لي كافة الصفحات يعني انا عندي هنا في Print Preview او المعينة قبل الطبعة عدد من الورقات 21 انا وايف في الورق رقم 4 لو قلت له Print هيتطبع كافة الصفحات اللي هي كل صفحات طيب انا هغير وهقول له طبعة الصفحة الحالية فقط صفحة الحالية فقط اللي هي صفحة رقم 4 اذا انا قدرت اغير واطبع ورقة محددة اللي هي الصفحة الحالية فقط بامكاني كمان اطبع التحديد وطبعة التحديد باهت لاني مش محدد اي عنصر ارجع للمستند واحدد اي عنصر التحديد ده ممكن يكون جدول صورة نصوص ايا كان اجعل نص زي ده واحدده واقول له من ملف واختار طبعة خلال ملفه وطبعة هاختار في الحالة دي طبعة التحديد فقط هيتم طبعة العناصر المحددة فقط ويتجاهل باية العناصر او المحتوى اللي في الصفحة بامكاني ايضا اختار Custom Range او نطاق محدد اقول له صفحة رقم خمسة مثلا او اقول له من ستة الى تمانية ثلاثة وراءات فقط طيب ممكن اقول له ستة وتمانية اللي هي كومة تمانية الحالة اللي هيقبع لي وراءتين رقم ستة ورقم تمانية اذا اختار بشكل مرن جدا من اعدادات كمان ممكن اختار طبعة الصفحات الفردية او الزوجية والفكرة في الصفحات الفردية او الزوجية انه هطبع على الوشين بشكل يدوي فهطبع الوش الاول هيكون كل الصفحات الفردية وبعد ما اعيد الورق للطبعة التانية مرة تانية هختار طبعة الصفحات الزوجية ده بالنسبة للطبعة بتاعتي لما فيهاش طريق الطبعة او امكانية الطبعة على الوجهين اوتوماتيكيا فهعمله يدويا فكرة الطبعة يدويا بيطبع لأحد الوجوه وادخل ورق تاني واطبع الوجه الاخر لو زودت عدد النسخ ممكن ازودها بالسهم ده او اكتب القيمة النسخ دي هتطلع مترتبة ولا بشكل عشوائي في الحالة دي الخيار ده مرتبط بعدد النسخ ترتيب الصفحات انا عندي اختيار يرتب لي نسخ او ارتب انا يدواني يعني الورق الاولى لو طبعتها مثلا عشر ورق مرات يطلع لي الورق الاولى عشر مرات ورق التانية عشر مرات وابدأ انا اوزعهم بشكل يدوي طبعا الخيار ده مرتبط زي ما قلنا بعدد النسخ اتجاه الورقات زي ما اتفقنا ممكن قبل الطبع اعدل مع اني المفترض اني بعدل ده او بزبطه قبل ما اطبع لكن مازال بامكاني القدرة اني قبل الطبع مباشرة اغير اتجاه الورقة قبل ما اطبع وتحكم في حجم الورقة A4 ده برضو بتحكم في الحجم كذلك اعدل الهوامش ممكن تحكم في الهوامش فكرة ان صفحة واحدة لكل ورقة ده الاختيار الافتراضي ممكن اختار صفحتين بالشكل ده لكل ورقة وطبعا من خلال الايكونة هنا ظاهر ده صفحة واحدة مالية الورقة هنا صفحتين مقسومين الورقة بالعرض وهم بالطول وكذا بفرق معا طبعا اتجاه الورقات لازم احسبها كمان ممكن اختار من اعدادات الصفحة خيار اخر من هنا من خلال الهوامش هنا هقول له صفحات متعددة بل ما هي صفحة واحدة عادي ممكن اعمل بوكلت وحنا اتكلمنا في فيديو عن طباعة بوكلت وطريقته كذلك ممكن اقول له صفحتين في كل ورقة الورقة بتاعتي يتطبع فيها صفحتين بالشكل ده فوق بعض زي ما احنا شايفين او مختلف عن الاختيار الاولين اذا بتحكم تحكم كامل في اللي هطبعوه طبعا دي ما فيهاش امكانية اطباع على وجهين احنا عاملين فيديو اللي طريقت اطباع على وجهين هاختار طبعة فيها الامكانية دي بعمل connection بيها ويشوفها اللي هي ready متصلة ولا offline اللي هو جاهز او غير متصلة طيب بمجرد نتصل بيها ظهرت امكانية اطباع على كلا الوجهين طيب الطبعة دي بشكل افتراضي هتطبع على كلا الوجهين طيب انا عايز اتغير الخيار ده ويبقى افتراضي وش واحد دايما ولما حب انا اختر وشين احددها وقلو على كلا الوجهين ده بعمله ازاي من خصائص الطبعة بعمل اتصال بخصائص الطبعة بفتح دالو بوكس مربح الواري خاص بالطبعة نفسها بلاحظ ان الاختيار الافتراضي بيطبع على الوجهين انا اقول one sided وهذه واحد واقول اوكي في الحالة دي الطبعة رغم ان هي بتطبع على وشين اللي ان الخيار الافتراضي هيبقى وش واحد اللي ازا طبعا انا غير وده بيريحني لان ما يطبعش على وشين من دون معنى احد واحنا شرحنا في فيديو طبعة الوجهين اللازم اختار لما اطبع على الوجهين هل هل هقلب الصفحات عند الحفة الطويلة او عند الحفة القصرة في مثالنا الان الصفحات دي طولية وش وظهر طيب هقلب شمال ويمين اذا التدبيس او التكعيب ناحية الحفة الطويلة هنا فلازم اقوله هنا عند الحفة الطويلة طيب لو انا عكست الورق وخليته اتجاه افقه مثلا ففي الحالة دي التقليب لو حبيته شمال ويمين لازم اقوله هقلب بالصفحات عند الحفة القصيرة لازم اقوله عند الحفة القصيرة وإلا الورق هنا حيتطبع بالمقلوب او معكوس اما لو كنت هطبع او هقلب من فوق لتحت في الحالة دي هقوله عند الحفة الطويلة كمان بنقول دي احدى طرق تحويل الملف الى pdf من الورد احنا عارفين ان فيه اكتر من طريقة اول طريقة ان اعمل ان اختار الطبعة يكون فيها كلمة pdf اختار كده هينحول الملف الى pdf لما بضغط على زر الطبعة هيتطلب مني تحديد مكان احفظ فيه الملف واسم الملف ده يبقى طريقة لانتاج او لتحويل الملف من صغة ورد الى pdf انا في تطبيق الورد هنفذ امر الطبعة هعدل عدد النسخ الى اربعة مثلا وهاختار طبعة غير الافتراضية اللي هي الشكل ده وحب اضغط على امر الطبعة او زر الطبعة اللي هيحصل هيتم ارسال الملف ده الى البرينتر او الطبعة بحسب حجم الملف بياخد وقته لازم اتابع الشريط انا عندي في الشريط اهو في الحالة ولي طباعة الملف قبل رسالة ان الطبعة اوفلاين بتأكد ان الطبعة اونلاين او قبل ما اطبع هيتم ارسال الصفحات تم ارسالها بلاحظ ان بيجيب لي هنا في الاسفل او اشعار رسم الطبعة ممكن لو مظهرش هنا بضغط جوا السهم وبلائيه في الداخل بفتح رسم الطبعة بضبل كريك عليه بشوف ايه اللي بيطبع ضيال بوكس مهم جدا لازم نعرفه قال لي حالة الطبعة اوفلاين اعرفت لو طبعة الورق ما طلاش قدامي والطبعة ما اشتغلتش فانعرفت السبب ان الطبعة اوفلاين الملف ده بيجيب لي عدد الورقات بتاعته وحجمه التاريخ وهكذا والحالة بتاعته المفروض يكتب هنا برينتينج مثلا عايز اكانسل الملف ده بعمل كريك من عليه واختار cancel لو عايز لو ديت اكتر من امره اصبح القيمة دي مليانة باوامر عديدة اكانسلها في خطو احدى من خلال printer واختار cancel all documents اكانسل كل الملفات اللي بتطبع اللي وقفة في الدور او في الطبور بالشكل ده طريقة التانية لو جيت على ملف هو طبعا ملف نصي في الحالة دي وجيت ولغط وعملت print اللي بيحصل بيتم ارسال الملف الى الطبعة مباشرة مش بيسألني ايه عدد جارت طبعه مش هيسألني عدد الوراءات ولا الكلام ده كله ولا اختار الطبعة ولا بيسألني اي اختيار في الحالة دي لو فتحت الطبعة بلاحظ ان طبعة بالطبعة الافتراضية عدد النسخ طبعا واحد واختار الطبعة الافتراضية بالاختيارات اللي احنا انا في حالة ان انا عايز اطبع الكتاب ده كله بالكامل من غير ما اغير اي حاجة بعمل كليك يمين واختار print اما لو عايز بقى اطبع الصفحة الحالية او عدد من الوراءات او اغير الطبعة او اغير عدد النسخ لازم افتح ملف وطبعة هنجرب اوامر الطبعة لكن في تطبيق اخر ويكون باللغة الانجليزية هنلاحظ ان الديالو بوكس بتاع الطبعة متشابه مع الورد بالزبط اذا دي قواعد هقدر اطبعها على اي تطبيق علشان اطبع من فايل وprint فايل هنا بيمثلها تلات نقات دول واختار الامر print او اغغط من لوحة المفتاح control وي بي هيتفتح لديالو بوكس في الحالة دي هيعطيني print preview او معينة هيا لما سيتم طبعته لاحظ ان بقى ابيض وسود بالشكل ده اذا الطبعة دي مش هتطبع الوان بل الابيض وسود كذلك بلاحظ ان طبعا نقدر غير الطبعة هيتطبع لي الكل بشكل افتراضي all pages انا اقول له لا اطبع لي odd pages only او even pages only odd يعني فردي هطبع الوجه الفردي اولا ويعيد تعبئة الورق واطبع الزوجي في حالة طبعا اننا هطبع على الوشين customized اننا اخصص بقى انا عايز اطبع الورق رقم 4 مثلا او من 4 ل 5 وهكذا بكتب اللي هي number of copies الموجودة برضو في الورد اللي هي عدد النصر layout التخطيط بتاع الورقات portrait or landscape طول وعرض انا اخليه portrait بالطول بالشكل ده اذا اقدر اغير اتجاه الورقات قبل ما اطبع بفضل الاختيار layout portrait or landscape ممكن اختار من هنا more setting خيارات اضافية بضغط عليها بشوف ان اقدر اتحكم في حجم الورق عدد الورقات اللي هيتطبعوا فيه الصفحة اكثر من ورقات ما اتفقنا كذلك عندي لو نزلت scroll bar المارجنز الهوامش ممكن اتحكم فيها اخليها none بلا هوامش minimum لها على الاخر ولا custom احد تقوم معانا للهامش two sided احنا اتفقنا لو اطبع فيها امكانية اطبع على وجهين فحتطبع على الوشين طب انا مش عايز على الوشين لازم افصل الاختيار ده واتفقنا انه ممكن اغير ده من خلال الطبعة نفسها ناخليها تطبع على وجه واحد عشان انا مغلطش كل شو اطبع على الوشين واتفقنا لو قررت اطبع على الوشين الدبوس او التقليب هيكون ناحية الحفة الطويلة ولا الحفة القصيرة لابا اقدر اغيرها ولو عندي ملف pdf تطبيق اخر هطبع به نفس الفكرة file واختار الامر print ومن خلال file وprint هزهر فيه تقريبا نفس الoptions الموجودة في الورد بغير من هنا الطبعة بتحكم في خصاص الطبعة وعدلها واخليها اما تطبع على وش واحد مثلا او لو هي الوان اقول له السلوك الافتراضي لطبع ان تطبع ابيض واسود طبعا لو فيها الميزة هنا بغير من خصاص طبعها قابل عدد النسخ طبعا لو زودت عدد نسخ كلمة كلية اللي هو الترتيب النسخ هيبقى ناشط هو باهد دلوقتي وقرر ما زود اتنين اصبح متاح ان اعمل ترتيب او الغي الترتيب هنا print as gray scale هطبع تدرب الالوان اللي هو الابيض وسود يعني رمادي مفيش الوان في الحالة دي في حالة ان تطبع الوان print range مهم جدا current view المشهد الحالي المشهد الحالي يعني الشاشة لو نص صفحة هيتطبع بس اللي ظاهر على الشاشة current page الصفحة الحالية كامل الصفحة الحالية مش الشاشة all pages كل الصفحات وطبعا هنا بيسمح لي ان احدد pages من كذا لكذا اني استثني اقول له من واحد لعشرة مثلا واكتب وكتب لهنا الشكل subset ممكن فيها all pages in range هيتطبع لي الكل او اقول له لا اطبع لي the odd only او even pages only برضو فكرة الفردي والزوجي في حالة ان اطبع على الوشين كل scale اللي هو الاختيار الافتراضي بتاعي ممكن اطبع انا بوكلت وحنا عملنا فيديو ازاي اطبع بوكلت من هنا ولما بضغط على طباعة بوكلت بختار بس اللي هو اتجاوه هيكون من اليمين للشمال او من الشمال لليمين والطبعة بتاعتي لما هتطبع الوشين مرة واحدة ولا تطبع الواجه الامامي وبعد كده الواجه الخلفي ده بالنسبة للبوكلت عندي اختيار هنا اسمه reverse pages ريفرس اللي هو العكسي بمعنى لو عندي 30 ورق هيتطبعه بدل ما يطبعه الأولى فالتانية فالتالتة لا يطبع 30 29 28 وهكذا بينزل الورق من الآخر مش من الأول ترتيب خروج الورق من الطبعة وموجود في الدولوك بوكس بتاع print print preview في معينة قبل الطبعة ممكن اعمل مشاهدة او معينة الورقات قبل ما اطبعها اصلنا لنهاية الفيديو اتعلمنا اطباع بالتفصيل نقدر نطبع كالمحترفين نشترك في القناة ونتابع كل جديد